17 عاماً مضت على حرب هماجية شنها العدو الإسرائيلي ضد لبنان بإنسانه وأرضه ومقدساته سقط من جراء هذا العدوان ألاف الشهداء والجرحة من المقاومين والمدنيين الأبرياء وخلفت دماراً هائلاً شمل الحجر والبشر وفيما هدفت إسرائيل من خلال عدوانها الذي استمر 33 يوماً من القصف الجوي والبري والبحري إلى كسر إرادة اللبنانيين وأخضاعهم بالقوة تمكن الشعب اللبناني بفضل وحدته من ردع هذا العدوان وكسر هيبة الجيش الإسرائيلي الذي قيل عنه أنه لا يقهر ليتبين أنه قابل للهزائم في سابقة لم يعهدها منذ إنشاء كيانه الغاصب على أرض فلسطين حرب كشفت ضعف العنق الإسرائيلي ووقع جديد فرضته المعادلة الذهبية جيش وشعب ومقاومة كان بعيداً عن الحسابات الإسرائيلية أنذاك فمنذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على لبنان أظهرت المقاومة جهوزية واستعداداً كبيرين لمواجهة العدو وصد اعتداءاته إسرائيل عندها أدركت أن أي اعتداء مماثل على لبنان في المستقبل لن يكون سهلاً على الإطلاق فخلف هذه المقاومة بيئة حاضنة لخياراتها ومؤمنة بها بيئة مستعدة دائماً لخوض الحروب بوجه العدو وتقديم التضحيات وتسجيل الانتصارات دفاعاً عن الأرض والعرض والكرامة اشتركوا في القناة